موسيقى بسم الآب والابن الروح الكدس الإله الواحد أمين اليوم السادس عشر من شهر مصر المبارك وهو عيد صعود جسد السيدة العذراء مريم وبكنيسة كلها بتحتفل بهذا العيد المبارك وعشان كده كنيسة بتقررنا اللقاء الجميل اللي ما بين العذراء وقالي صبات وهنا لقاء مفرح لأنه لقاء مليان روحيات المقابلة نفسها هي تسبيح لله يعني أول ما العذراء وصلت إلى بيت زكريا وقابلت قالي صبات هدموس تلاقي هنا ألي صبات أول حاجة بترحب بيها بترحب بيها إزاي بترحب بيها مباركة أنت في النساء ومباركة هي صمرت بطنك فمن أين لي هذا أن تأتي إلي أم ربي وهنا ألي صبات بتعبر عن مشاعرها أنه حينما سمعت ألي صبات سلام مريم هنا ارتقد الجنين في بطنك يعني خلي بالك هنا هنا التعبير الروحي في لقاءاتنا الاجتماعية أساس لحياتنا الأبدية كتير من الأوقات نتقابل اجتماعيا ونعد نتصامر في أمور لا تفيد بص هنا اللقاء ده لقاء اجتماعي العذرة رايحة تزور ألي صبات بس التعبير عن هذا اللقاء ايه تسبيح لله ترد العذرة مريم بقى ايه تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى اتضاعمته فهو ده منذ الآن جميع الأجيال تطوبني لقاء روحي نحتاج ان احنا نتعلم كيف نعبر عن اجتماعيتنا وحياتنا الاجتماعية بطريقة روحية عشان احنا نحيا في الروح انت ابن لله انت بنت لربنا وبالتالي عشان نعبر عن حي انساننا الداخلي ونفرح كما فرحت العذرة مع لقاءها مع الاسابات تعبير لنا كلنا عشان نسبح ربنا عشان هو يستحق كل التسبيح وهنا العذرة تكمل وتقول لها نظر إلى اتضاعمته هو ده منذ الآن جميع الأجيال تطوبني القدير صنع عظائم اسمه كدوس رحمته إلى جيل الأجيال الذين يتقونوا صنع قوة بزراعه شتت المستكبرين بفكر قلوبهم اندل الأقوياء عن الكراسي رفع المتضعين أشبع الجياع خيرات صرف الأغنياء فارغين كلها تسبيح لله يعني عشان كده احنا محتاجين ان احنا نتعلم حينما نلتقي اجتماعيا لابد ان يكون هناك صورة الله حاضرة نشكر الله نسبح الله نعبر عن فرحتنا بالله في حياتنا كلها حتى من خلال اجتماعيتنا ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة وكل سنة وانتو طيبين وإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد آمين اشتركوا في القناة